يدم تابعين سمار بصباحنا لليوم وفقرتنا الأخير سنروح فيها بعالم التدريب يلي يعتبر التدريب والتمكين من أهم أساسيات إيجاد وخلق فرص عمل للشباب بحيث بيصير عندهم فرصة أكبر للدخول لسوء العمل من خلال مشاريع ريادية بتساعدهم بتحقيق ذاتهم ودخلهم المستقل لحتى نحكي أكتر عن المبادرات الشبابية لحتى نشوف نماذج شبابية كان إلى دورة وإلى بصمتها بالحياة والمجتمع وبسوء العمل وأيضاً بنقل هاي الفكرة إلى شباب تانيين بيصرنا نرحب بالياس مصوح مسؤول المبادرات المجتمعية صباح خير أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بحومس كلها كمان بدي رحب بماري زياد مسؤولة إدارية صباح الخير ماري وأهلا وسهلا فيك ريسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بالبداية الياس خلينا نحكي عن أهمية المبادرات المجتمعية وعن تجربتكم بشكل خاص أين تبلجتوا؟ لحد هلأ وين وفصلتوا؟ هلأ بالمبادرات المجتمعية نحن أنا سنين مبلشين بالمبادرات والمهارات الحياة كأهمية مبادرات المجتمعية هي بتجي على ما نحيين بشكل خاص هنين على الطلاب المتدربين والمتطوعين اللي هنين عم يخططوا وعم ينفذوا وعم يطلقوا هي الأفكار للمبادرات المجتمعية والمجتمع اللي نحن عم ننفس فيه كتلك هو رابح بالأول وبالأخير تمام؟ تجربتنا بالمبادرات المجتمعية بتكون على التسلسل للتالي بيكون الطالب بمسجل بدورة بيخلصها بعدين بيكون بتزامن مع في مهارات حياة وبعدين نحن من خلال هاي جلسات منخطط لننفس مبادرات مجتمعية ومنطلع أفكار ومنبلش نعمل خطة التنفيذ وبعدين مننتقل لتنفيذ المبادرات المجتمعية بالنهاية بتكون لوحة لوحة عمل جماعي ومهارات كتير حلوة نعم ماري سباح الخير نعم نسعد سباح هيك خلينا نحكي بشي واقعي اليوم شبابنا هنين سريعين سريعين بالحصول على فرصة العمل سريعين بالحصول على التفوق بالمبادرة إن كان بالعمل التطوعي بيحبوا السرعة ولكن اليوم قدش مهم أنه نحن ندخل بدورة هي تكون بروفيشنال هي تدلك أنت وين تصلحي أكتر موقعك بالحياة حتى لو أنت يمكن تمتلكي هاي الشهادة ولكن ممكن أنت تبدعي بسوق العمل بهذا المكان أكتر من هذا المكان خلينا نحكي عن الإدارة الصحيحة للشباب وتحفيزهم ويمكن نخليهم شوية شوية تروه ويهدوا تمام طبعا خير مرة تعاني مشروعنا نحن هو هادئي نحن وصلا هدفنا أنه تحسين سبق العيش للشباب فنحن نستهدف الأشخاص يلي هنا بحاجة لهذا الشي فبيعملوا عندنا الدورات طبعا هو مركزنا بيجرامانا بيحقلون يعمدوا دورتين تدريبيات نحن بخينا نحكي هيك لمحة سريعة عن المركز هو بلش بال2009 مركز شباب بلشنا فيه بثلاث دورات تدريبية فقط هلا لحد هلأ وصلنا لعشرين دورات تدريبية بين تعليمي وبين مهني تمام فنحن طبعا هذا الشي وصل خلال الكادر التدريبي الكادر الإداري اللي عم يكون نحن عبارة عن 30 شخص تقريبا فكله هادئي عم يساعد نحن الشخص بس يفوته عنه فعم نحاول نساعده لأقصى حد أنه يختار الشي الصح اللي هو فعلا بيفيده كيف خلال الأول شي طبعا بصير فيه تابعة استمارة كاملة بياناته شو عامل بحياته شو دارس طبعا نحن الأولوية المبدئيا للأشخاص اللي هي فقدة تعليمة فنحاول نشوف هو شو بيقدر يشتغل يعني مش رحله عكل دورة شو بياخد فيها شو بتفيده لبعدين إذا هي فعلا فيه يشتغل فيها أو هو ما رح ينجح فيها فنساعده بأقصى حد يعني أنه يختار الشي الصح للأرض طب خلينا نحكي لياس هذا الشخص مثلا أنتو دربته وبعد التدريب ممكن أنتو تمولوه كمشروع ويفتح هو هالمشروع ولا لا طيب هو بس يمشي مشروعه حيترجعوا مساريكم ولا حيتخلوه يكفي بطريقه تمام بالنسبة لتمويل المشاريع حاليا بمركز شباب ما أخذنا تجربة تمويل مشاريع ريادية عم تكون بأحد المشاريع التانية للمنظمة حاليا نحن مركزين على تدريب مهني تدريب مهارات حياتية ويعتبر الأساس لقيقة سوء عمل تدريب المهني قديش عم تكون المدة للشخص مثلا بس يجي لعنكم شهر شهرين سنة عم تكون وسطيا شهر ونص تمام طيب هاي بعد الشهر ونص قالك أنا ما حبيت هاي القصة أنا ما حابت أو أنت بتشوفه هو ما تمياز به هاي القصة اللي عم يتدرب عليها هاد الشهر ونص ممكن تنقل له لمجال تاني ممكن تدربه على قصة تانية ولا شو وضع أكيد هو هدف المركز بالنهاية يأمين فراس للشباب يطلع القدرات اللي عندهم فكل شب بوصبية موجود اليوم بالمركز هو عنده فرستين لتدريب مهني بالإضافة لتدريبات المهارات الحياتية وتدريبات ريادة العمل فهو ممكن يخد أول تجربة أو أول دورة لإله فما حب ممكن هو ينقول لدورة ثانية ونحن أكيد بنساعده نشرح له عن الدورة وعن المحاور وعن المستقبلة بسوء العمل وهو اللي حري أنه يختار بنا وانتو كمان لازم يكون في مطابعة خليني انسأل عند ماري قبل لما نروحها للكليب ونحكي يمكن عن أهم المشاريع يلي تحققت على أرض الواقع وكانت ناشحة وانتو عمت تعملوه هي ميسال للشباب الجداد يلي هنين عم يفوتوا معكم بالتدريب مشو هي أبرزة؟ هلا نحن هذيك السنة كان في تأمين فرص عمل تمام فنحن عملنا شي 150 فرصة عمل تقريبا يعني اللي بيدرب عنا كهرباء نحن نوصله بورشات عمل أو اللي عمل مثلا إدارة مكاتب نوصله بشركات اللي صارت سكرتاريا أو شي تاني فحاليا مع الأسف هاي السنة توقفت تأمين فرص العمل بسبب الظروف والوضع اللي حاليا فمعد في تأمين فرص هل مشاريع صغيرة تنفذت؟ نحن ما في مشاريع صغيرة نحن بس مهمتنا أنه نربط بين المتدرب وورشة العمل أول الشركة اللي هي أكيدا هلا حنتابع الكليب التالي ونكفي حديثنا مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني من بعد ما طبعنا الكليب نرجع عند ماري والياس خلينا نحكي كان فيه من فترة مشروع هو مشروع المكتبية اللي بتشجع على القراءة خلينا نحكي كمان يمكن من ضمن المهام اللي بتقدموها بالدورات هو تسجع القراءة ليش فكرنا بالقراءة وليش تجونا بهذا اتجاه وشو قدمنا للشباب هلأ فكرية المكتبية بلاشت بمبادرة مبادرة شبابية مجتمعية كان اسمها كتاب نجات لحتى تحقق هدفين ولحتى تناول مشكلة معينة واللي هي الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ونحنا كيفينا نخفف هذا الإدمان بأنه نبني عادة إيجابية منيحة وبنفس الوقت هي القراءة ونشجع عليها فبلشت الفكرة عملنا كذا نشاط من هاي الأنشطة اللي كانت هي أنه نحنا نعمل مكتبة بمركز الشباب ونهي مكان مناسب لقي شخص حابب يقرأ شبق أو صبية ونحط فيها هاي الكتب المناسبة كمية كتير منيحة من الكتب ومنوعة جدا فاليوم بلشت عملنا نظام للمكتبة وبلشت حركة الاستعارة فيها وبصراحة تفاجأ أنا قديش في حبل القراءة عم يكون بنفس المركز بنفس المركز ولكن تسويئيا على السوشال ميديا تسويئيا على السوشال ميديا ويلي عم يجابي بإراءة عم ينصح رفقات وأنه بهذا المكان في كتوب حلوة حددنا مدلة الاستعارة هي أسبوع تقريبا لكل كتاب لحتى نشجع الشخص أنه يخلص الكتاب بأقل فترة ممكنة نضبط فيها وبعدين في سعير إدماء بده أكيد والثقافة كتير حلوة خلينا نحكي أي فئة الشباب هي الأكثر تقدم من عنكن كم مركز وكمان آلية التسجيل كيف عم تكون يعني الشخص اللي حابب يسجل معكم وشو بده يعمل تمام لأول شي نحنا في عمر محدد اللي بدي يسجل عنا بين الخمسة عشر والأربعة وعشرين سنة تمام هلأ نحنا بالدرجة الأولى مثل ما خبرتك أنه اللي فقدين تعليمهم هنا الأولوية لقلهم لأنه يعملوا دورات عنه حتى اللي فقد ما قدر يكفيد مدرستو أو ما قدر يفوت جامع على ظرف معيان فهو دوراتنا نوعا ما بتساعدون شوي لحتى يقدر يفوتوا بسوء العمل أكتر فاليات التسجيل وفي كتل ذكري شو هنا الدورات اللي أنت عبت عم تعملوا أكيد هنا تقريبا في شي تعليمي في شي مهني تقريبا حوالي عشرين دورة المهني عم يكون في عنا تمديد كهرباء منزلية صحية تبريد وتكيف خياطة صيانة ماكينات خياطة في عنا كمان تفني شبكات في عنا دورات تعليمية اللي هي مثل ICDL بتساعد شوي على الكمبيوتر في دورة إدارة مكاتب عم ناخد فيها أكتر من المجال هي مثل سكرتاريا مناخد فيها برنامج الأمين المحاسبة ICDL لبراصلات تجارية وتواصل وبالإضافة للغة الإنجليزية كمان من بياخد هدو كلهم بيكونوا بي كورس واحد في كمان عنا دورة برنامج الأمين لحاله اللي هو برنامج محاسبي مشان يصير فيه إتقان عليه أكدار وبالإضافة للغات الفرنسية والإنجليزية هلأ بس اللغات نحنا محددين لعمر من 15 إلى 18 وطبعا مستوى مبتدئ بس اللغات ماري خلينا نحكي بنقطة اليوم أنا كصاحبة شركي أنتوا كيف تتواصلوا معي كيف تقدموا للخبرات على كفالتكن يعني أنتوا عملتوا ممكن شهر ممكن شهرين عملتوا دورة لحدا وأنا طالبة من نفس الإختصاص أنتوا كيف تقدموا هذا الشخص كيف ممكن بتسوئوله صح كيف تحملوا مسؤوليته أنه تقدموا لسوق العمل من بعد ما أخذ على دورة عندكن أنتوا حسنا أهتماء هو لأن المدرب الشخص كفوق فعم يكون هو يعني فعلا عم يمارس هاي المهنة اللي عم يعطيها فبيعطيها من كل قلبه وبيعطيها يعني بيعطيه كامل حقه للشخص أنه يطلع فعلا يفوت على سوق العمل دغري جاهز طبعا منتابعه وطلعت لك قبل على فرص العمل كنا نتابعهم بهي الطريقة فعني المدربين كفوقين لنا يكونوا بهذا الشي ونحنا منتابعهم بكل المراحل هلا آليات التسجيل اللي سألتني عنها أنه نحنا بالمركز التسجيل مفتوح يوميا كل يوم معدى الجمعة من التسعة إلى الأربعة أي ما تماحبوا فيهم يجوا يسجلوا بيجيبوا معهم بصورة عن الهوية طب خليوا نحكي عن أهدافكم كالمركز شو هي أهدافكم ومثل ما حكينا لو أنه وصلتوا هلا قداش قدرتوا خلال مثلا كل سنة قداش كم شخص أو كم شاب قدرتوا تخرجوا ليدخلوا لسوء العمل بشكل صحيح نحنا هدفنا بالمركز كمركز شباب هو يدعم وتطوير وتمكن الشباب بشكل عام كنشاطات بشكل متكامل نحنا خلال السن الماضي أنا 7500 متدربة ومتدررة في المركز بكتدريب مهني كمهارات حياتية كمبادرات مجتمعية وأنا كمان بالإضافة لهذا الشي فرص عمل فنحنا هدفنا من كل هاي النشاطات يعني خلال الأزمة اللي مرت على الشباب وبسوريا وصلنا لمرحلة لأن الشباب يحس حاله أنه يوم هو مو أدران يعمل شيء أو مو أدران يغير مو أدران يطلع يطاقاته فنحنا دائما بالمركز وخلال هاي النشاطات والتدريبات نركز أنه أنت بتقدور في عندنا نشاطات شو أنت بتحب تعمل جرب هيك جرب هيك لحتى نوصل لمكان يكون الطالب أو الطالبة الشب أو الصبية بعد المركز هنين غير ما كانوا ممكن يأخذ أنه مثلا معك شخص أطول الوقت كوقت أكتر من شخص مثلا آخر ممكن مثلا تكون نفسيته تعبانة ظرفه صعب ممكن لأمتى ممكن أنتوا تتحملوا هذا الشخص دربتوا مرة مثلا واثنين وثلاثة هو ما له خلق لهذا التدريب مثلا نقلتوا لمكان ثاني ونفس الشي تشخص أطوله تشجيله وتجيبه شخص أحق أنه يدرب معكم غالبا هذا الشخص هو بيكون بحاجة بس لمزيد من الدعم ومزيد من أنه حدا يسمعه ويساعده وخليه يكتشفه وشو بالضبط فنحن لأ منظلموا على الأخير لحتى حقيق الشي اللي هو بداية بالخطام بدنا نتشكركم ماري ولياس وبدنا نتمنى أكيد النجاح والتفوق ويتخرجوا أكتر دفعة من الناص إلى سوق العمال هلأ كلنا محتاجين لبعض محتاجين نقوي بعض نقام من الناحية العلمية والمهنية والمعنوية أيضا شكرا كثير شكرا للكون شكرا للكون ومتمنى لكم كل التوفيق شكرا للكون